محمد توفيق زميلنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور سابت كنا بنتكلم على نقطة مهمة كابتن عمر أنور وتغييرات مهمة هو أشياء كمان باللعبين اللي قدروا قدر داخل الملعب يغير المراكز مزبوط النقطة كمان في نقطة مهمة قوي لنقطة إحضار الفرص النهاردة مضيع 9 فرص محققة للتسجيل ده رقم كبير 9 فرص أهداف حقيقية يعني أنت ممكن بدل الاتنين دي تكسب 5 أو 6 يمكن محمد ياسر ضيع 2 محمد محمود مضيع 2 علي عمر مضيع 3 وأحمد سيد غريب مضيع 2 ده بالأرقام يعني دي يمكن النقطة السلبية اللي شايفها شوية في الشوت الثاني نعتبر احنا تراجعنا بعض الشيء بدنيا بس شايف بصراحة محمد فخري محمد فخري يعني واحد من أحسن اللعيبة اللي قدمت في المباراة يعني محمد فخري تحس ان هو بدنيا الشوت الأول زي الشوت الثاني محمد فخري محمد فخري وكمان بيلعب في مركز غير مركز هو بيلعب صناع ألعاب أو جناح النهاردة بيلعب بوكس تو بوكس اللي هو اللي جانب الارتكاز الدفاعي اللعب الوسيط للارتكاز المساند بيقدم بشكل كويس جدا بيعمل عملية الربط بتشوفه وقف على الكورة حتى لو جبنا الهدف الثاني من بدايته هتلاقي الهدف ده جاي من محمد فخري أصلا محمد فخري هو اللي بادئ اللعب وهو اللي انطلق بالكورة في الدقيقة تسعين رغم ان هو عمل مجهود بدني كبير جدا وهو اللي سجل الهدف الأول وهو اللي تسبب في بداية الهدف الثاني وبيدفع بشكل كويس وانت بتتكلم وبنتكلم عن اهضار الفرص ودامنا فرصة دي حقيقية هدف يعني محقق فرصة ثلاثية دي فرصة ثلاثية يعني ازاي كابتن عمر أنور ده الهدف ده الهدف طب خلينا نتكلم عن الهدف وحلوة الهدف والتمرير القصيارة وانتو مع محمد رضا كلمنا على هدف هدوك لو جبنا الهدف كمان من بدايته هتلاقي انه هي كانت هجمة مرتدة للنادي الاهلي اللي بدأها محمد فخري ادري ازاي ان هو يقف على كورته ويعمل عملية الرابط ما بين الدفاع والهجوم ده كان دور مهم جدا لعشان كده شايف ان واحد من احسن اللعيبة في المباراة محمد فخري لانه بدنيا بشكل كويس جدا الحاجة التانية بيلعب في مكان غير مركزه الحاجة التالتة ساهم في سجل الهدف الاول الحاجة الرابعة انه ساهم في الهدف التاني كمان لما نبص على الهدف التاني هتلاقي ان هي جملة جميل جدا ما بين زياد طارق واحد من نجوم المباراة برضو الشيط الاول عامل حوالي اكتر من خمسة او ست مراغات نجحة العيد مهري جدا زياد طارق لما نزل محمد رضا محمد رضا يعني هو جايب هدفين السنة دي بص ده الهدف من بدايته ده من بدايته ضغط من سيد غريب محمد فخري هو الاخير وروح الهجم عشان كاي بقول له حضرتك يستحق يكون بصراحة واحد من نجوم المباراة محمد فخري ليه لان عملية الضغط لو رجعناها تاني ده بيعمل تاكلنج في الدقيقة تسعين رغم ان هو بيلعب ارتكاز مساند فوقف على رجله بشكل كويس جدا محمد فخري بس كمان من محمد رضا يعني الوان تو جميل لمسته للكورة حلوة لمسته محمد رضا ممكن يطلع الراجل افصايد محمد رضا لمسته للكورة حلوة جدا زياد طارق لعيب حريف جدا في الواحد على واحد ولعيب وكمان الفينش بتاعه ممكن يكون لعيب حريف بس ما بيدفعش كويس او ما بيسجلش النهاردة زياد طارق باين ان هو لعيب مهاري ولكن بيسجل وبيدفع بشكل كويس لكن شايف الجانب البدن عند محمد فخري واحد من احسن اللعيبة بصراحة كابتن حشيش ودكتور رحمد ساود بتكلم عن نقطة مهمة النهاردة كانت ممكن المباراة تخرج بستة اهداف على الاقل ازاي كابتن عمرة انور تدارك هذا الامر وازاي يبدأ يشتغل مع اللعيبة علشان المباراة القادمة منشوفش